بعد تنصيب اللجنة التقنية الخاصة باستيراد المصانع المستعملة ستخضع تجهيزات لرقابة صارمة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد وبتنسيق أيضا مع المخابر المتخصصة في البلدان الأم الموردة لهذه المصانع المجددة والمستعملة في حالة ما الجراك بالهيئة المعتمدة على مستوى الوطن ما عنداش القدرة أنها تتنقل للخارج نحن نعترف بالشهادات التي تسلمها الهيئة التفتيش الأجنبية لما نتأكد بأن هذه الهيئة التفتيش معترفة من طرف الهيئة الوطنية للاعتماد في البلد الأصلي وعندنا اتفاقية تعارف المتابل بيننا في هذه الحالة نوفر شروط ونعطي أكثر ضمانة ونأكد بأن شهادة هذه المتابقة صحيحة قائمة وعندها ما يسمى بلد تراصة بيليتي نعن سيبوها في سلم الشهادات في العالم خبراء القطاع الصناعي توقعون أن تكون التكاليف منخفضة عند استيراد العتاد المجدد خاصة بالنسبة لشركات الصغيرة التي بدأت الإنتاج حديثا وأقرت الحكومة منذ أشهر اللجوء إلى المصانع المستعملة أقل من عشر سنواتي وخمس سنوات بالنسبة للعتاد المجدد المستخدم في الصناعات الغذائية ويقول الخبراء أن لجوء الحكومة إلى هذا الخيار يعود بالأساس إلى التكاليف الباهرة عند تحويل الأموال بالعملة الصعبة لشراء المصانع الجديدة